خلينا نروح لمنتخب كرة السلة سيدات تعرفين دلوقتي يلعبوا بطولة أفريقيا في الكاميرون منتخب السلة وقع في بطولة غينيا أو مجموعة فيها غينيا والسنغال كسبنا غينيا وخسرنا من السنغال بعد ما ماتش قوي اهلنا لدور التمانية لعبنا تونس دور الستاشر لعبنا تونس تونس كسبناها الحمد لله فرق كبير جداً 85-36 ويبدو أن منتخب سيدات تونس ليس كمنتخب الرجال طيب هنلاعب مين؟ طلقنا عشان نلاعب في دور التمانية الكاميرون صاحبة الأرض والجمهور وإحنا يمكن لعبناهم في الفترة اللي فاتت عدد كبير من المباريات فازوا علينا اتنين وخسرنا أو كسبوا علينا اتنين وخسرنا مباراة منهم فازوا علينا اتنين وكسبنا مباراة واحدة احنا فزنا اتنين وهما خسروا يعني أصدق لكم أن احنا كعبنا علي على الكاميرون كعبنا علي على الكاميرون طيب ايه الوضع اللي اختلف الوضع ان المباراة بتقام على ملعب الكاميرون بس لو قدرنا نكسب هيكون انجاز كبير وصلنا لدور قبل النهائي انا عايز اقول لكم فريق نيجيريا فريق مرعب السنغال مرعب مالي مرعب جدا فالحمد لله احنا تجندناهم في دور التمانية كاميرون نقدر طيب مين بيقود المنتخب ايهاب الالفي احد ابناء النادي الاهلي وفيه ستة من اللاعبات من اصل 12 من النادي الاهلي ثوريا محمد ونديني سلعاو فريدة واقل رانيم الجداء ونور علي طلعت نادي نافع من اصل 12 بيشاركوا مع المنتخب من النادي الاهلي كل التوفيق كان رانيم سمال انا عندها اصابة وملعبتش الماتش اللي فات نتمنى ان شاء الله ان يتبع حاجة بسيطة وتلحق الكاميرون عايز اقول لكم حاجة طريفة بقى يعني هناك انتو عارفين كلنا كنا بنسافر افريقيا في الالعاب وكنا بنعاني جامل جدا في افريقيا من الظروف الصعبة انا بحب افريقيا عمتا يعني كنت حب سافر افريقيا بس يبدو الحال في السيدات بقى اصعب شوية يمكن نور قطع هناك في القتل والنور قطع فترة طويلة جدا دي صورة دي صورة من هم بتناولوا وجبة العشاء وكان النور قطع والنور قطع ساعات طويلة لدرجة ان الاكل اللاعبات واخدينهم معاهم والجهاز الفني ايضا كان واخد معاها اكل وضع طبيعي احنا كنا بنسافر بناخد معنا اكلنا باص في التلاجات والموبايلات فصلت شحن يعني تخيل بقى رجعت لحياة ولا تلفزيون ولا موبايل ولا انترنت ولا اكل كمان فالموضوع كان صعب وكان الدنيا هنا في مصر طبعا اتقلبت لان فجأة قطع الاتصال مع البعثة ولكن دور السفير المصري هنا كان كان مهم جدا وصفحة الاتحاد المصري كرة السلة نزلت شكر للسفير المصري في الكاميرون لانه واضح انه قام بدور كبيرة عشان يطمن اهالي اللاعبات واهالي الجهاز الفني ان الدنيا تمام وبس هي الموبايلات اللي قطعت شحن لانه بيقى موضوع صعب جدا ان انت مسافر ودايما بيبقى فيه على مواقع التواصل بيبقى فيه تواصل مع اسرتك وفجأة انقطع الاتصال تلفورتك مقفولة مش عايفة توصل لحد ولكن الظروف في افريقيا بتبقى كده وانا الحقيقة كنت محب اروح افريقيا في الظروف دي لانه افريقيا كلها خيرات انا كنت حب انزل عامل شوبينج في الاسواق يعني افريقيا مازالت بتحتفظ بطابع كده مهما مر الزمن بتفضل محتفظة فيه بس ان شاء الله بناتنا قادرات ان هما ان شاء الله يتأهلوا قبل النهائي في انجاز كبير لان الحقيقة المنتخب يضم مجموعة من اللعبات المنتزات الحقيقة واللي حققوا مع فرقهم ومع المنتخبات قبل كده نتائج جيدة شكرا